تمساك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاكو بدعيا لعلاك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح قال لأشعري يدرسنا أنت تثبت اليد لله فما معنى اليد فقلت له اليد هي اليد وهي معروفة لا تحتاج بيانا فأبى وقال لي أنت لم تفسر لي معنى اليد يستفزني حتى أقول له هي جارحة فماذا أقول له إن أعاد قل له اللغة العربية ليس فيها مرادف لكلمة اليد لو كان هناك مرادف لأقلته لك لكن أستطيع أن أقول لك بالإنجليزي هي هند وبالألماني كذلك هي هند وبدك ترجمة أخرى ترجم لك عن طريق جوجل لكن اللغة العربية لا يوجد فيها مرادف لكلمة يد جارحة هي صفة ليد الإنسان وليست معنى كلمة يد فتقول له طبعا هو دكتور ما تستطيع أن تقول له هذا الكلام لكن لو كان شخص آخر تقول له إذا اعتقدت أن إذا ظننت أن كلمة جارحة هي مرادف أو معنى لكلمة يد فأنت لا تفهم العربية لأن كلمة جارحة ليست معنى كلمة يد هي صفة ليدنا إذا قال لك عضو قل له كذلك عضو هي صفة ليدنا وليست معنى كلمة يد عضو الرجل عضو الأنف عضو يعني ليست معنى كلمة يد فأعطيني أنت مرادف عربي صحيح لكلمة يد حتى أنسبه لله لكن لا يوجد أي شيء أعطاك إياه لا يوجد لا يوجد في القواميس أو المعاجم العربية أي مرادف لكلمة يد فليهذا لا نستطيع أن نأتي بجواب على سؤاله الفاسد هذا